خلال تغير ملامح مدينة الموصل فقد شهد هذا العام الجزء الأكبر من معركة استعادة المدينة من تنظيم الدولة التي انطلقت في السادس عشر من تشرين الأول الفين وستة عشر بمشاركة أكثر من مائة وثلاثين ألف جندي تعددت انتماءاتهم بين جيش حكومي وميليشيا الحشد والحرس الثوري الإيراني وقوات البشمرقة فضلا عن التحالف الدولي هجمت الموصل من عدة جهات وكان الجانب الأيسر الفصل الأول من المعركة لتعلن حكومة العبادي السيطرة عليها في الرابع والعشرين من كنون الثاني الفين وسبعة عشر ثم أعلنت الحكومة بداية معركة الجانب الأيمن ذي الكثافة السكانية العالية في الثامن عشر من شباط استمرت المعارك هنا خمسة أشهر تقريبا وتركزت في الموصل القديمة وأحياء موصل الجديدة والشفاء والرفاع وغيرها ليعلن بعد ذلك العبادي في العاشر من تموز من فوق أطلال المدينة انتهاء معركة الموصل 267 يوما كانت كافية لتغيير ملامح الموصل وتغييب سكانها فبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية فإن أربعين ألف مدني قتلوا في الموصل جثث غالبيتهم تركت تحت الأنقاض بعد أن قصفت المدينة بأكثر من عشرين ألف ضربة جوية القصف العشوائي على الموصل دمر جسور المدينة الخمسة وجميع مستشفياتها ودمر أيضا جامعة الموصل وكثيرا من المعالم التاريخية وعلى رأسها منارة الحدب مجلس محافظة نينوى قدر نسبة الدمار في المدينة بثمانين في المئة أما نازح الموصل فقد وصل عددهم بحسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين إلى قرابة مليون نازح توزعوا على عدة مخيمات منها مخيم حمام العليل ومخيم الجدعة ومخيم القيارة ومخيم الخازر ومخيم حسن شام أما عن خسائر القوات الحكومية فإن الأخيرة لم تعلن أرقاما واضحة لخسائرها لكن مصادر عسكرية تحدثت عن مقتل ثمانية آلاف وإصابة أكثر من خمسة عشر ألف عنصر من القوات المهاجمة فيما تتحدث تقارير غربية عن أضعاف هذا العدد كما أكد القيادي في ميليشيا الحشد ونائب رئيس الوقف الشيعي أن الميليشيا قدمت ثلاثة وعشرين ألف قتيل طوال ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم الدولة